اسم النقشة على صفحات التاريخ تحيي الجزائر ودونت أحرفه بدماء الحرية جميلة وحير تحيي الجزائر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وزمانها وعن النضال الذي اوصل صوتها الى الانسان اينما كان فهو فعل الالتزام الذي تتوحد فيه الانسانية كافة من اقصاها الى اقصاها جميلة رمز كبير من رموز المقاومة العربية نعبت دورا كبيرا في تحرير الجزائر والكل يدرك ذلك ويعترف لها بالفضل وكانت رمزا من رموز المقاومة النسائية وهي من اوائل اللواتي لابن هذا الدور في العالم العربي وقد أفلحت في عملها ونجحت كل النجاعة في هذا العمل والكل يعترف لها بالفضل وهي رمز للمقاومة ورمز للمضال في العالم العربي جميلة بحيرد مسيك بالخير مع أحلى الناس اللي كان عندهم موقف وبقيوا على موقفهم أنا بحييك جميلة وبعرف أنت قدي ضحيتي وقدي قدمتي وقدي نضلتي وقدي واجهتي وأنا بحب أقول لك أني لما نغنيت وكل ما بغني بفكر بناس مثلك بفكر فيك وبفكر بناس مثلك دائماً بفكر بهالناس الصلبين يلي هيك عندهم مواقف قوية ما غيروا قدي بيحترموا هالناس قدي بحبهم ما غريتهم الدني ما غريتهم الدول ما غريتهم الأشخاص ما غريهم المال ما خوفهم الإرهاب لا الدولة ولا الجماعات صعب بها الأيام أنه الواحد يبقى صلب ويبقى قوي ويواجه ويناضل جميلة 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 لأنناس أعلمون لدينا جميلة ترجمة نانسي قنقر 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 الذين وهبوا حياتهم لشعوبهم وأوطانهم هذا ما علمتنا إياه الثورة الكوبية محاومة كنت مريحاً. عليّدا جفارع في حضورك بيننا. كل التكريم لصاحبة التكريم ولقناة الميادين. فأهلاً وسهلاً بك. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 على الجزء علىما Weight logs ن 듯ส res نانسي قنقر نانسي قنقر من ترجمة نانسي قنقر َ الذون They are في البشرية تاريخيا وأعني بذلك الاستعمار إذن نحن اليوم لنكرم امرأة عربية حطمت كل الحواجز الاجتماعية المصطنعة والمفاهيم المقولبة مسبقا وإلى جانبها الكثير من النساء والرجال المناضلين حتى تمكنوا من تحطيم الجدار المفروض على شعبهم من قبل الاستعمار الفرنسي لقد نشأت وبكل فخر في كنف شعب علمني احترام الشجعان والانحناء أمام الأبطال لا هم أين يعيشون ولا بأي ديء دين يؤمنون لقد أتاح لي شعبي أن أترعرع كإنسان بكل مقومات الإنسانية وأن أكون متضامنة مع الشعوب الأخرى التي تناضل لقضاياها العادلة في أي منطقة من هذا الكون لقد تعلمنا في صفوف شعبنا من نضالات شعوب أخرى ومن هنا يأتي تضامننا الثابت والدائم أبدا مع النضال ومقاومة الشعب الفلسطيني البطل ومع الشعب المقاوم الذي يستقبلنا هنا اليوم لديه وهكذا كان الحال وهكذا كان الحال أيضاً وعلى الدوام مع الثورة الجزائرية منذ انتصارها يوم أمس كان مميزاً بالنسبة لي لأنه منحني شرف التعرف شخصياً إلى هذه الهامة الشامخة والرائعة كان اللقاء بمنتحى الجمال والإنسانية عانقت جسدها النحيل بين ذراعي واختبرت عن كثبي امتلاءها بالخير والحب والجمال ووفاءها لذكر الأبطال شهداء الذين غادروا عرفتها كأجمل الأمهات وهي تتألم لفرقهم كل هذا زادها في نظري كبراً وشموخاً ولي زمن أتى ولي آخر سيأتي بالتأكيد ولو بعد حين لأننا موزجاً الجميلة الثائرة ترك أثره عميقاً في الشعوب شكراً 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 mundo árabe prevalezca tu ejemplo para seguir luchando hasta la victoria siempre. y que es también el أوحت لي بينما كنت أستمع إليها أنها كتبت لك خصيصا أنت حين تقول النور الذي يشع طبعا مع موسيقى النور الذي يشع من عينيك ينذر بشروق الشمس فإذا ما أغمطتهما سنشعر بأن الغروب قد يقترب كثيرة هي ألامي وتريد قتلي لكنها تصطدم فيما بينها بطريقة تبقيني على قيد الحياة عن غير قصد نرجو جميعا لهذا النور في عينيك الجميلتين دوام البريق ليبقى مشاعا ولينير قلوبنا في ليالي الوحدة الحزينة وليلهمنا كقدوة فضلة للأجيال القادمة ولتواصل كفاحها من أجل عالم أفضل وأكثر عدلا وإنسانية لكل شعوب الأرض قاطبة ولقد استحقت جميلتنا بهذا النور بالذات جدارة الحياة أما لهذه القناة الرائدة الميادين المكللة بالغار نصيرة الحق والحقيقة والقضايا العادلة في هذا العالم العربي نقول ليبقى مثال الميادين كما في الإسبانية بالادين مثال الميادين نموزجا يقتدى به في النضال من أجل الحقيقة وإلى النصر دائما الميادين نموزجا يقتدى به في النضال من أجل الحقيقة وإلى النصر الميادين نموزجا يقتدى به في النضال من أجل الحقيقة وإلى النصر الميادين نموزجا يقتدى به في النضال من أجل الحقيقة وإلى النصر الميادين نموزجا يقتدى به في النضال من أجل الحقيقة وإلى النصر